بسم الله الرحمن الرحيم والآن الثاني المحاضرة الم suas LED المچاريس هى نمنا المشتراكيل المسل الآن هذه عضلة واحدة لكنها ترى عضلة واحدة وهو سمع بها Triceps brachii muscle سنأخذها و سنعرف المحتويات الموجودة بها المنطقة والبوستيران ما اسمها هي لازم نفصل اسمها Triceps brachii muscle مصل يعني عضلة هذه العضلة الموجودة بالbrachial اصاب مع الرأس كلمة تراي يعني ثلاثية الرأس وطلع الرأس واحد من ذلك الرأس رح يكون طويل واحد رح يكون بجهة اللاترال واحد رح يكون بجهة الميدال نجي ونشوف واحد صور هنا هنا هذل الصور هنا اوضح هاي هذا رأس وهذا رأس الثاني وهذا واحد ثالث الثالث دائما يكون جوا ما يبين هذا اللي فوقي هو هو اللونغ هو الطويل هذا بجهة اللاترال فنسميه وهذا اللي بالنص نسميه ميديال هيد لانه بجهة الميديال زيان وهي نفس الشي بتكتلكم دائما تشوفون انه ما يطلع عن كل الواضحات ليش لانك وحدة داخلية ما تبين هنا نفس الشي طلع لك هذا اللونغ هيد اللي وهذا وجاهي تساعد اوكي اي شوي بها اوكي وهذا اللاترال اللي موجود منا والميديال هو اللي موجود منا حس يمكن انتم ما صارت واضحة عدتكم بعد ما ما اخذنا اورجين انسيرشن بس اخذتوا اوفر افيو عنه زيان خلنا اخذ اورجين انسيرشن امين تاخذ اورجين ثاني راح نجيهن واحد واحد راس راس نمو ثلاث رؤوس الرأس الاول رأس الاول اللي هو رأس الطويل ياخذ من شي بالسكابيولة خل رح نشوف شنو هذا الشي بالسكابيولة نمو لديه مو Halty اللي هو اللي هو قلنا بالجزة العلوي من عنده توبريكل وللجز السفلي عدنا تيوبريكل الجزة العلوي من عنده ألو أنها توبريكل 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 سبريكل ساوبره المترجم الثاني المترجم للغاية بروز موجود داخل غلينويد بالسكابيول من يأخذ؟ يأخذ من السطح الخلفي من الهيومرس قبل لا نكمل هذا عظمة الهيومرس من أجي أباوع لها من قدام راح ألقى بها شنو الشي البارز راح ألقى بها سوف نأخذ من المركز نحن نأخذ من المركز نهتم للسطح الخلفي من الهيومرس سوف نحن نجد المركز مثل التجويف مثل الاخدود هنا موجود يكون جانبي وينزل انفيري هذا مكانه هذا هو فهذا شنو يعتبر راح ناخذ نيرف يمشي بي هو مو عبارة عن فتحه مثل الاخدود فرح هاي التجويف او النفق هذا راح يعجب الراديال ارتري اللي راح نشرحه بعد شوية فرح يجي الراديال ارتري ويدخل بهذا القروف حتى ما ينصاب تمام ونفس الوقت راح تدخله يا فزل او عيه دموية شرايين وكذا هم راح تدخله بالراديال فهذا هذا الراديالالغروف ليش سميناه جروف لانه متل التجويف او مثل الحفرة او اخدود ليش سميناه راديال اللي راح يدخل به الراديال 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 راح يدخل به هذا هو الموجود بالبوستيرر اسبيكتس الاريجن لنسى تقول محمد اجدخل نحن موضوعنا باللونجهيد والشورت هيد والالعفو الالترايسيبس راح اقللك انو اللونجهيد مع الترايسيبس عرفنا ان هو هنا نعم بالسبرة او العفو الانفرة غلينويد تيوبركل العفو اسا خلص من اللونجهيد زين الميديال هيد والالترايسيبس راح يكون هنا شغل هنا على هاذا القروف مش لون انو اللاترال هيد راح تاخذ من المنطقة اللي موجودة فوق هذا القروف يعني مو هذا القروف هي فوقه منها تاخذ بس يا سطح هذا طبعا بوستيريار فهي تاخذ اللي هو اللاترال هيت راح ياخذ من البوستيريار سيرفس مات الهيوميروس فوق الراديال قروف فوقه بالنسبة للميديال الميديال هيت مات الترايسيبس راح ياخذ كذلك بالبوستيريار سيرفس ولكن شنو جوه جوه هاي الراديال قروف يعني هنا زين هنا جوه جوه خلنا نقرأ ونشوف انو اللاترال هيت احنا خلص من اللاترال هيت الشي للهوسة اللاترال هيت هذي راح ياخذ من البوستيريار سيرفس مات الهيوميروس ولكن شنو فوق يعني سبيريار المن للراديال قروف فهي فوق الراديال قروف بالسطح الخلفي من الهيوميروس فاذا ريد تدور عليه الوريجن مات الترايسيبس مصل وحنروح وين للبوستيريار سيرفس اوف هيوميروس نقل له وين قروف مالتك دلينا الراديال قروف مالته مبهوئ فوقه سبيريار إليه راح نلقى هذا الوريجن مات الترايسيبس بريكي هاي مصل زين بقى عدنا هيد أخير اللي هو الميديال هيد قلنا هم كذلك من البوستيريار سيرفس أوف هيوميروس يعني بالسطح الخلفي تمام من الهيوميروس ولكن شنو جوه القروف انفيريار تو راديال قروف فنستللخص هن عدنا هذا القروف وين الصورة اللي جبنا نخش صورة هاي هذا الراديال قروف اللي هو النفق الصغير او الاخدود او الطسة زين هذا وهنانه زين فوقه ش راح نلقى نانه الوريجن مال منو مات التلاترال هيد وهنانه جوه راح نلقى مات الميديال هيد خلصة القضية خلصة القضية زين بالنسبة للإنسيرشن يقول انو الإنسيرشن راح يصير بعظمة الألمة اكو بروسس بروسس بالألمة نسميه اللوكرنين بروسس اوكي واكو فاشية بالفور آر كذلك راح نسوي بها انسيرشن يعني شنو خلي شوين وضحها شوين وضحها اوش لا تذكرون هذا عظمة الهيومر اصبعدنا بيها تذكرون بها اللوكرنين فوسس منو يقعد بيها منو يركب بيها يركب بها بروسس نسميه اللوكرنين بروسس على اسمها فهذا اللوكرنين بروسس ضمن يا عظم ضمن عظمة الألمة فدلونا على الألمة وينها الألمة هاي الألمة هذا هو زين تسميه اللوكرنين بروسس بعظمة الألمة شوف لابعد الصورة جينا نقول انه هذا هو زين هذا هو وجواء كو برسة اوكي برسة او برسة ممكن يصير بها انفلميشن سميناها بورسايتس يصير بي زين فهو راح ياخد انسيرشن بها المحينط انسيرشن لهاي المنطقة فالترايسبس كلها ثلاث اجزاء مالتها ثلاث رؤوس راح يندمجا سوية اوكي اللونج هيت واللاترال والميديال هيت ثلاثة يتحدن سوية يندمجا ويجي نسوي الانسيرشن بهاي المنطقة اللي هي وين هنا هنا يجن هنا بالألوكرنين بروسس ما تلقلنا زين هذا الألوكرنين بروسس ما تلقلنا جواه برسة كناهاي البرسة فهذا هذا التندن هاي عضلة الهنا مرجودة هاي عضلة هاي 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 الترايسبس جاي من ورا مندمجة وصير بسوي تندن متصل ومتجلب هنا زين بالألوكرنين بروسس اللي هو البروز الموجود بالألنا وبنفس الوقت راح تتصل بالفاشية مات هسه هو احنا قلنا بالنهاية العلوية الموجود بالألنا وقلنا انه راح يتصل شنو بالفاشية مات الفورارم رايدكم تتذكرون بالبرت الأول من وجل كان يتصل بالفاشية مات الفورارم هو البايسبس مصل كانت تتصل بالراديال تبروسيتي أو وياها تتصل بالفاشية مع التالفورارم عن طريق أبونيورس هاي 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 البايسبس هسه الترايسبس كذلك راح تتصل بالفاشية ولكن بدون ما تحتاج أبونيورسيس يربطها لا هي كرأسا ما تحتاج أبونيورسيس فهي عده ارتباطين كإنسيرشن هاي العضلة الترايسبس تندمج قلنا الرؤوس ملاتها ثلاثة راح يندمجا راح يرتبط بالفاشية مات الفورارم يجزئ من اللوكرونيورسيس البروكسي المالتة نهاية العلوية مالتة هاي هم هو راسمها هدا هو اللوكرونيورسيس هدا هو هدا هو اوكي هنا يجتن يتصل به زيان يتشل فكرة بسيطة جدا سيح بالنسبة للأكشن الأكشن نحن لازم ننتبه انه بالبوستيرير أسبكت أو بالبوستيريور كومبارتمنت كم عضلة عندنا يقلنا بشكل أساسي بشكل أساسي فهو اللي توي الوظائف بس هي شنو الوظيف راح تسويها اكستنشن بالفورارم اكستنشن بالفورارم اوكي شنو الفكرة انه يقول انه هاي العضلة من قد ما هي كبيرة وعدها ثلاث رؤوس راح تكون تشيف يعني تشيف انه هي الرئيسية الرئيسية اللي تسوي اكستنشن بمن بالفورارم بالفورارم ويكون بعض شغلة انه لونج هيد لونج هيد مالت هاذا الرأس الطويل مالت هي هاذا هاذا يثبتن الهيومراس اثناء يثبتن الهيد مالهيومراس من جاي يسوي ابداكشن يعني شنو؟ يعني انت جاي تسوي مثلا ابداكشن بالدراع مالتك بالارم مالتك فالرأس مالتك رح يرتفع Hinacer هى الثبت يمكنك كثير من الهيومرس بنفس الهيومرس رأس الهيومرس في الهيومرس قد مفتل تثبيت فهي تثبيت رأس الهومرس رأس الهومرس من جا يسوي عبدا ممكن يفلت فهي تسويه لتثبيت هيا هي الهومرس وعضلة ترايسيبس رمتها هي عضلة الرئيسية لتسوي شنو اكستنشن لذلك قلنا اكستنسر اوكي اذا تسوي اكستنشن بالفور ار محد يفيد غير الترايسيبس اوكي التغذية العصبية راح اكتم عن طريق الراديال نيرف اللي هو سي 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 سيفن سي ايت اوكي راح نشرح هذا بالتفصيل طبعا لا تقلقون هذا راح ساكو سلايدات بخاصات بسئلة فرح نشرحن اوكي وبالنسب الارتريال سابلاي برانجس ما ذاكر هنا هو بس انا جبتسن يعني حسن مهمات كتبتسن هنا اوكي ضروري تحفظوهن تعرفوهن اصلا قبل شو يدرسناهن اصلا في البلط سبلاي من هاي العضلة راح يجي عن طريق البريكيال ارتري شلون يعني البريكيال ارتري اللي درسناه بالمحاضرة السابقة او بالبارت السابق راح يطين نبرانج سميناه بروفندي برايكيال ارتري صح او بروفندي بريكياي فهاي لبروفندي اقلنا انها ديب ماناها عميقة صح انها عبارة عن شريان عميق فنسمي تسمية ثانية ديب بريكيال أرتري فأما نسمي بروفن دا بريكيال أرتري أو نسمي ديب بريكيال أرتري فهذا الديب بريكيال أرتري اللي من نجانة من البريكيال أرتري نفسه شبيه رح يغذي هاي العضلة بمساعدة منه كذلك كذلك سبلايد باي منه الألنر كولاترال أرتريز اللي هي الأرتريات الثنين اللي كان يصعدن أو عفو ينزلن وهي البريكيال أرتري بجهة الألنر واحد تان عدنا سوبير واحد انفيريار فهسه هو يغذينا العضلة مات الترايسبس هي مدامة شبيرة تحتاج عده ثلاث رؤوس فتجيها ثلاث شرايين تغذيها أول شريان هو البروفن دا بريكيال أرتري بعد منه بعد رعي يغذيها شرايين اثنين يكونن كولاترال ومجهة الألنر فنسميهن سوبيريار أند انفيريار كلاترال ألنر كلاترال آرتري زيين وكل هن أصل هنا مني من البريكيال آرتري هو الأصل مالتين زيين هو ذاكر أنه برانشاتك وجايد غذية وشما ذكرهم فإننا ذكرناها حتى تكونون بصورة وتعرفوهم زيين كم منه العضلات البوستيريار بيها بس عضلة وحدة بهاي التفاصيل خلصناها بقعدنا هسة الراديال نيرف تمام الراديال يقول أنه موجود وين بالبوستيريار كومبارتمنت والدليل خلينا بهذا الجزء لأن هذا الجزء خاص بالبوستيريار كومبارتمنت فهوين يقول وين موجود بالبوستيريار كومبارتمنت بقعدنا راح يمشي ويدخل بيما بال راديال أو تسمونا سبايرال تذكرون قبل شوية لأن الارجن وانسيرشن مات اللاترال هيد أوف ترايسيبس والميديال هيد أوف ترايسيبس قلنا واحد فوق ال جروف واحد جوه الجروف اللي فوق الجروف هو الاترال هيد واللي جوه الجروف هو الجروف شسمه راديال جروف صح اكو تسمية ثانية الي شو نسمي سبايرال جروف سبايرال جروف اللي هنا تمام وين موجود هو أوف منو لعب بالهيومرس طبعا منو راح يدخل ويا راح يدخل ويا او عيادة موية اللي هن بروفوندا برايكيا برايكيا فيزلز الساعدة قلت لكم انو راح يدخل هادا النير راح يدخل بها وراح يطب نوية شرايين او عيادة موية اللي هن البروفوندا برايكيا يمصل اللي هو نفس خلصنا الهنا الامور تمام يقول يقول ان هو موية صورة موية صورة موية او دعو جيد هاي اقسامه بس شوفوا تذكرون ها سلفة الانتيرير كمبارتمنت قلنا انو ميديال انتر موسكولر سبتم يعني حاجز بالميديال وحاجز باللاترال جاي يفصل الانتيرير الفكرة الفكرة اللي راح اصير هنا انو عدنا احنا يقول فوق منطقة الالبو فوق منطقة الالبو انو هذا الراديال شبيه راح يخترق يخترق اللاترال انترمسكولر سبتم تمام يعني هو وين موجود هو طبعا الراديال ارتري العفو نيرف وين موجود بالبوستيريلا بالانتيرير طبعا بالبوستيرير معناه هو موجود هنا ولكن ش راح يسوي راح يخترق هذا السبتم راح يخترقه مهنا اكو سبتم بجهة اللاترال هنا بالميديال هو راح يخترق هذا بالميديال راح يخترقه ويعبر من خلاله ويروح للانتيرير كومبارتمت هاي وين بمنطقة الالبو او فوق الالبو بشوية يعني فوق مافصل المرفق كان عدنا الراديال ارت النيرف موجود بالبوستيرير كومبارتمت راح يخترق الحاجز اللي هو الاترال انترمسكولر سبتم يخترقه ويعبر للانتيرير كومبارتمت موجود بالتفصيل هاي؟ هاي الفكرة هاي الفكرة نجي نقراها من جديد بعد ما صارت واضحة انو احنا عدنا يقول جسد ابوف الالبو انو فوق الالبو راح يخترق عدنا هذا الراديال راح يخترق اللاترال انترمسكولر سبتم ورح يستمر داون وورد يستمر بالنزول اللي جوا لحد ما يدخل بالكوبيتال فوسة عدنا المشكلة وقفق وتدخل بالعديد راح يستمر بالتفصيل هاي هاي هانا هاي منطقة الالبو لدينا شي اسمه كوبيتال فوسة هاي كوبيتال فوسة يرناخدها بالتفصيل هس هاي خيقول ان هو راح ينزل اله راح ينزل اله هذا الراديال الزين بعد شغله يقول بالمستوى في المستوامات الالبو نفسه يعني يمي اللاترال إبيكون دايل ما تليهوميرس راح يتقسم هذا الراديال نيرف أوكي؟ راح يتقسم هذا الراديال نيرف للاقسمين واحد سطحي واحد عميق واحد سوبر فيشيال برانش وقسم ثاني يسمونه ديب برانش يعني عميق سين؟ لهنا تمام نلخص الفكرة أنه نعدنا نزل هذا هذا الراديال نيرف دخل بمن بالراديال أو الاسبارل أوكي؟ ودخل وياي هو البروفوندفزل بروفوندفزل دخلا نسويه هو هذا فوق الالبو بشوية أبوب فوقي عن الالبو بشوية راح يخترق الحاجز اللي هو اللاترال انترمسكولار سيمتم ورح ينزل داون ورد راح ينزل لي جوا حد ما يوصل للكيوبة الفوسة بالمستوى يمي المستوى حد ما يوصل الالبو نفسه من وصل الالبو منطقة اللاترال ابيكون دايل راح يتقسم يتقسم إلى قسمين قسم يكون سوبر فيشيال وقسم ثاني يكون ديب واحد يعني سطحي قريب من الجلد واحد عميق خذي حضلات شوف راح يجي يحكي عن كل واحد منهن السوبر فيشيال وديب يقول ان السوبر فيشيال شبي وديب شبي السوبر فيشيال برانش راح يسوينا يعمل كشنو كسنساري سنساري نيرف يعني عبارة عن نيرف ينقل احساس فقط ما يغذي عضلات أوكي أوف هاند يعني يعتبر شنو يعتبر هذا راح يكمل هذا البرانشات راح يعترا كنيرفات كنيرف ينقل إحساس سنساري من الهاند سين هو زين راح يكون ضمن المحتويات رح يمشي يكون هم هنقول انه ضمن الكونتنت ضمن المحتويات مات الكوب في تلف وصل يعني شنون يعني السوبرفzone الع نيرف رح يكون ضمن المحتويات مات الكوب تلف وصل اللي عدنا سليدي عليها بآخر المحاضرة فمن رح نقرأ المحتويات كونتنت مات الكو يتلف فوصل اللي عدنا شن Melissa يقول انه راح يروح للهانت وينقل لنا الإحساس مالاته وشو نقول بعد انه راح يكون ضمن المحتويات سيلكيوب ويطالفوس اللي راح نشرحها بعد شوية هنا تمام ديب برانش اوف راديال نيرف راح يدخل بالبوستيرير كومبارتمنت مات الفور ارم يعني شنو هل استحنا بعدنا بالالبو صح وصلنا لكيوبيت الفوتسي ويم الميديا وطبعا طبعا هو بالميديال او باللاترال عفو اللي بيكون دايل تقسمن السوبرفيشال عرفنا مصيره ديب شنو مصيره ديب انه هوا راح يدخل بالفور ارم صح بالفور ارم ولكن ي motivة بالفور ارم اتبع نفسي البوستيرير كومبارتمت مات الفور ارم لازم شنجيب طاري بطاري بدلايب براديال نيرف لابن مشرح البوستيرير كومبارتمتville لازم نشرح هذا البرانش لأنه موجود بها. فهس المثار مالتر راديل نيرف انه هو يمي اللاترال ابي كوندال يتقسم الى قسمين. واحد سوبر فيشل راح يشتغل كسنسوري للايد راح يروح للايد ويغذي الاحساس مالتها. ورح يكون ضمن محتويات الكيوبوتال فوسة. بينما ديب برانش راح يكون وين راح يكون او راح يدخل بالبوستيرير كومبارتبت بالمكونات الخلفية ماتل فور ار. خلصنا من هالفكرة. هسا وصلنا للبرانشات مالته. راح يتقسم هو هذا هذا عبارة عن راديل نيرف يعني عبارة عن نيرف رئيسي شبير فعنده هواي تقسيمات هواي يعني هواي برانشات. هاولوا شكرا ما تبينوا تحفظون العدهن. زين? اول اقسام راح يكونن بالاقزلة يعني شنو يعني هو من يوصل للأقزلة هذا الراديل نيرف من يكون بالاقزلة بمنطقة الابوط راح ينطيننا مجموعة برانشات. زين? اول برانش راح يكون كوتينيوس برانش يعني يغذي جلد. ش راح يغذي بالضبط البوستيريور بريكيول كوتينيوس راح ينطيني يعني راح ينطيني نيرف اسمونا بوستيريور بريكيول كوتينيوس نيرف. خلقول نفصلها نيرف يعني عصب كوتينيوس الي هذا العصب يغذي جلد. الاجلد بيها منطقة بالبريكيول يعني بالآرم بس يمنطق من الآرم ببحث عن يارم فس اعدنا نيرف يغذي منطقة ال آرم من جهة البويستيريور وش غذي بيهاي الجلد. خلاص نعم من هاي. راح ينطينها سموناطن هو كوتينيوس برانش يعني للجلد ر ح ينطيننا بعد واحد لعضلات ماذا راح يغذي هاي اللي برانشات راح يطينيها يقول ان راح يطيني برانشات اوكي تروح وين للونج والميديال هيد أوف ترايسبس يعني شو يعني اللونج هيد والميديال هيد مات الترايسبس راح تجي هنا برانشات عن طريق الراديال نعرف وين بمنطقة الأكزلة فالأكزلة جاي تغذي عضلة الترايسبس بس كلها لا مو كلها وانما بس الرأس الطويل والميديال هيد مالتها اوكي لهنا تمام دني لازم نعرف بعد عدنا برانشات اوكي عدنا برانشات وين بالسبايرل غروف اوكي اول هو نفس الراديال غروف اللي حتيني عنه خاف ناسينا نرجع له ولا يهمكم شجالة الراديال غروف حتيني عنه هاي هذا هو الراديال غروف او يسمونه سبايرل غروف هذا هو لنا تمام؟ فيقول انه من يمشي هذا الراديال نيرت من يمشي هنا بها المنطقة راح ينطي برانشات سيضعنا اثناء مرورة بها المنطقة راح يطي بنا اول شي كوتينياس برانش يعني شنو هم افرح منه راح تروح تغذي جلد شنو هاي الافرح شنو هاي النيرفات اول شي يقول لورد لاترال برايكيال كوتينياس نيرف نجي نفسخ اسمه نيرف يعني عصب كوتينياس هاد العصب الشيح يغذي جلد برايكيال يعني راح يغذي جلد اللي موجوده منطقة البرايكيال يعني بالارب بس يا جزء من الارب الجزء اللاترال زين اللاترال كلها لو بس الجزء السفلي منعدها بس الجزء السفلي منعدها فهذا النيرف راح يغذي ان الجلد مات الارب بس يا منطقة من الارب بالجزء السفلي واللاترالي منها اوكي يعني الجزء اللاترال والاسفل من منه من منطقة الارب اللي هي البرايكيال لا جلد ونضيح باستيريار انتيبريكيال كوتينيوس كلمة انتيبريكيال كلمة 4R فالي صعبة عليها الكلمة انتيبريكيال يعني باستيريار كوتينيوس أو كوتينيوس يعني عبارة عن نيرث رح يغذي الجلد من المنطقة الخلفية من الفورهر من منطقة الخلفية من الفورهر رح يتغذي عن طريق هذا البرانشات لنضيفنا كوتين يطنير ثم سيضعنا البحث يعني what يعني فد أعصاب تروح للعضلات شش راح تغذي بمنطقة الرابع راح يطنين لاترال وميديال هيد ترايسيبس وال انكونيس شنو هالمصطلح هذا ما ما مور عليا ماذا انكونيوس؟ هناك عضلة صغيرة موجودة بالبوستيرر اسفكت شرحناها؟ لا، لا شرحناها شرحنا فقط عضلة واحدة اللي هي ترايسبس نحن بهاي الجزء شرحنا بالبوستيرر كومبرتن نقلنا بس ترايسبس اكو عضلة صغيرة كل شماء لها قيمة لا لها وظيفة لا ما يحترمونها يسمونها انكونيوس ها هي انكونيوس فهاي الانكونيوس اللي محل محترمها يغذيها فيها ستغذيها هذه البرانشات اللي طلعتنا من الراديال نير منطقة السبايرل أو منطقة الراديال فهاي طلعت منه الموسكولار برانش هاي الموسكولار برانش راحت من الترايسبس ياراس من عدها اللاترال والميديال وبعد انكونيوس انكونيوس اللي بحت بيحترمها البرانش In Arm يعني بمنطقة الارل نفس حيثة مو بالسبايرل لأ بالمنطقة الارم عن طريق سينوفيرالورد رح يتغذى بس الفكرة انه يسمونه عبارة عن برانشات سوف تذهب للمفصل لا المجوند لا تنقل الجلد لما تنقل الجلد جلد أصلا غذي بعد الأن نذهب لعضلات يسمى المسكولر برانش ما سيغذي هذا سيغذي عضلات مثلا برايكياليس مصل برايكياليس مصل ثم يوجد عضلة اسمها برايكيو رايدياليس سيغذي بعد عضلة اسمها سيغذي عضلة اسمها سيغذي عضلة اسمها سيغذي عن طريق المسكولر برانش رايدياليس مصل رايدياليس مصل بمنطقة الأرم ان شاء الله نفصلناها سننشوفها بالرسم مثلا عندنا البوستيرياليس نيرف هذا الأول واحد قلنا رح يروح لللونج هيد واحد رح للمدياليس مصل ثم نيرف برايكيارد كوتينيوس نيرف والنوب واحد قلنا رح يروح لل لاترال هيد أوف ترايسيبس همه وهي الأنكونيس همه نفسه 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 نوب عبر هذا الاترال انترمسكولر سبتم قلنا رح يخترقه حتى يعبر الانتيرير كومبارتمنت اللي هي البرايكياليس زيان والبرايكيو ريدياليس كذلك اللي قلنا بعد ناخذيه ضمن ال ضمن الفورار ما ما ماخذين فورار ما شاء الله ناخذيه و رح غذينا الال و جوينت حيشين انه رح يغذي بالبرايكيو ريدياليس اللي هي والبرايكيو ريدياليس اللي هنه اللي هنه زيان الهنه تمام ديني رح غذيهن هاذ العصاب هنا اريدت متركزون على فكرة انه ريديال موجود بالانتيرير كومبارتمنت لا هو موجود وين بالباستيرير والدليل انه درسناه ضمن الباستيرير من المحاضرة ولكن بالالبو رح يصير شنو قدام الالبو هو رح يقترق الانترمسكولر سيبتم اللاترال انترمسكولر سيبتم فلذلك من يجي نباوه للالبو رح نلقى رح نلقى الراديال نيرف موجود بالامام بالانتيرير سيرفس رغم انه مكانه ورا رح يقترق الجسمة السبتم الحاجز حتى يصير قدام جيد الآل نرنيرف بالعكس هو أصلاً أمامي رح يصير لي ورا رح يصير خلف الميديال ابيكون دايل مات تليهو مراس ها نقدر اللمسة شايفين واحد منطق اكسة بشي حاد أو بحافة مال مكتب أو أي شي تمام؟ رأساً إيدة تنمل لماذا؟ لأن معناها الميديال ابيكون دايل انضربت وشنو أكو جواها عدنا الألنر؟ نيرف فمن تنظره هذا الألنر نيرف رح يخلي إيدك تخدر بس عرفنا انه الراديال نيرف موجود للأمام بهاي المنطقة بالألنر بينما الراديال العفو الألنر نيرف موجود لي ورا بس رح يرجع يتقدم لي قدام ما رح يبقى ورا والميديال او العفو الميديان نيرف هذا بالوسط ميديان من اسمه متوسط لا اهنا ولا احنا بالنص ركزوا كلش بها كلش مهمة آخر موضوع هو الكيوبيتال فوسة نجل أول شي نعرف الحواف مالتها الحدود مالتها أول شي قدنا ها هي صورة كلش حلوة ممكن هاي أوضح هاي أوضح قلنا باوندريز عدة ثلاث حواف هي بشكل مثلث المثلث عندها ثلاث حواف أو ثلاث أضلاع هي يسميها كيوبيتال فوسة كيوبيتال فوسة بمنطقة المرفق منطقة المرفق منطقة الالبو جوينت بها حافة تكون بجهة الميديال راح تتمثل بمن بالبرونايتر تيريس يعني شنو؟ يعني يا مو هاي الصفرة هي هاي المنطقة هذا الميديال بوردر مالتها تتمثل بالحافة مالتها عضلة عضلة البرونايتر تيريس راح تقول لها ما ندارسين هي هي منطقة فور آر بعدنا ما درسنا بس لا تقلافها راح ندرسها بس تخليها ببالك انو الميديال بوردر أوف برونايتر تيريس راح يمثل الميديال عفو انو الميديال بوردر مات الكيوبوتال فوسة راح يتمثل بالبرونايتر تيريس وها هي 부 مشاتل الميديال بوردر سيتمثل بالبرونايتر تيريس وها هي مثل ما تشوفين هاي انو تشوفون هاي شكلتنه جم께 اللاتر البوردر راح تتمثل بالحافة مالعضلة هي عضلة حغلت equivalence هي هذا لا تشكلنه حافة biji جاءة الريديال من فوق يشتغل ثان Jeremiah الحافة الألوية لا تتمثلها بأعضلة ولا شيء وانا لا تتمثلها بخط وهمي يمتد من lateral epichondyl إلى medial epichondyl فنجر خط هيتشي هو سواء هذه القاعدة مات المثلث هذه القاعدة مات المثلث هذه القاعدة مات المثلث القمة مات المثلث اللي هي الأبكس ستمثل تداخل لذن العضلتين اللي هنا لبرونيتر تيريز وي من وي البركيو بريكيو رادياليس تداخلهم سوية هنا منطقة التقاءهم تمام بس نرجع نعيد بس على غير صورة هاية الميديال بوردر ستمثل بيمن بأعضلة ميديال بوردر بالبرونيتر تيريز اللاترال بوردر هاية راح تمثل بيمن بالبركيو رادياليس مصل هاية اللاترال بوردر بريكيو ميت زيان وسبير البوردر او الباس مات المثلث القاعدة مات المثلث راح تمثل بنيا من الميديا الابيكون دايل اللاترال الابيكون دايل راح نجرخط هذا يساق اعتبرونه هو القاعدة هو هذا يعني وهمي ما موجود اوكي اماجينار يلائن يعني خيالي زيان لنا تمام والأبكس قلنا ما لهذا المثلث هنا راح تصير بين تداخل لذن العضلتين اللي هنا اللي هنا يقول اللاترال بوردر راح تمثل بال ثم من المفتاح الحافظة اتقل أن المفتاح الحافظة نرى العضلة أسألكم هذا الحافظة الحافظة هذا المفتاح الحافظة الدليل هي جاهته ال nach lateral حافة medial مثلتح هي العنوع كما نقول هذا الحفة x' هي الحفة dij Stock حافة medial سيخخش هذا الحفة يتمثلنا على التواصلات مجلسة تباك أو٤ تم سؤالون تطاق سوف نحن تخديcion س severely هذا البيض الأعضار هي البيض هذه البيض ، بなんだ يعني الضغط كبير كيف يكون الضغط كبير كيف تنظر هنا الضغط لديه الضغط هذا هذا الضغط هذه المدينة البوردر انقوموا بشكل مصر هذه الحافة التي تعتبر هذه الحافة التي تعتبر تعتبر الاحتفال تعتبر هذه الحافة الزمن لا نعمل من اللاترال فاللاترال بوردر أوف برونيتر تيريس راح تطيننا الميديال بوردر أوف كيوبوتال فوسة جاي ناخذ النين من اللاترال بوردر مات البرونيتر تيريس جاي نشوفونا بالعكس اللاترال الاخذ ميديال والميديا اللون بينا بسطورة هي ترى القاعدة مانتها البيس مال هذا المثلث سيتمثل بإيماج جنرالين يعني خط وهمي خط ما موجود خيالي أوكي بين من الربطة يوصل بين الميديال واللاترال ابيكون دايل مات الهيوميراس فهي الميديال ابيكون دايل مات الهيوميراس نرسم صورة عدلة وهي اللاترال نربط نسوية صار عدنا خط وهمي يشكل لنا قاعدة هذا المثلث البيس مال هذا مال هاي المنطقة راح تمثل منطقة منطقة التداخل او اتصال البرونيتر تيريس ويا من ويا البريكيو رادياليس اللي انها هاي اجت هاي البرونيتر تيريس هنانا وكذلك اجت البركيو رادياليس الداخل نسوية فهي نقطة الولاء هاي نقطة الداخل تمثل منطقة الابيكس القمة مال هاذ المثلث اللي انها تمام والامور كلها واضحة زين عدنا شغلة موضوع الاخير ليه الكونتنت مال الكوبوتال فوستة شنو محتويات الكوبوتال فوستة سعرفنا حوافها الحواف الاطراف مالتزين شنو محتوياتها المحتويات هي لازم كلش مهمات لازم دخلوا مباركوا انو من اكثر اشياء المهمة هي الكونتنت هي المحتويات فالكونتنت مالت كوبوتال فوستة هي اهمش不管 السباح كوبوتال فوستة شنو مهم بها شنو هنه أصلا شن المحتويات 1 اول شي الم seated هاي жيبين شوفوا السهم كويان جاي اشر ناند جاي اشر بها لو لا ضمن هذا المثلث لو لا خنشوف حدود المنطقة منيام هذا الاوداointed هذا المثلث صح فهي ضمن المثلث لا فهذا المثلث داخل المثلث فهي ضمن الكونتينت الميدين نيرف وضمن الكونتينت مات لكيبوت الفوسة انتفقنا نجي نشوف بعد يقول انه الارتري كذلك يعتبر ضمن الكونتينت شنو الانقسام مالته الى فرعن اللي هنا الريديال ارتري والألنر ارتري هذن الارتريات الاثنين راح ينقسمن وهي المنطقة عن شلون نجي نتأكد هذا شنوه بريك الارتري صح ايجي هنانه هذا هو صح هذا بريك الارتري جاي يمشي دخل دخل داخل دخل وين بالكيبوت الفوسة نو راح ينقسم الى راديال برانش او راديال ارتري هذا هو راديال ارتري والألنر ارتري فمنطقة انقسامة وين جاي يصير في منتصف الكيبوت الفوسة ما هو راديال راديال ارتري صحيح أدخل أنت تذكرت أن تتحد أن يتحدث ويه الراديس بالتيبروسيتي مالته اللي هو تيبروسيتي أوف راديس هذا هو التندن هذا هو زين هذا هو هاي لعشاء عامة مالته لونه بالأخضر راس مينه قلنا راح يجوي يتحد هذا التندن راح يتحد ويه الراديس بس بيها منطقة برتيبروسيتي مات الراديس اللي ما ظهر هنا بالصورة زين وبعد قلنا عندي ابو نيورس عنده شيث عنده ورقة زين هاي الواسعة هاي حدوده نغير اللون حدود مالته هاي منها تبدي ابو نيورسيز فالابو نيورسيز موجودة ضمن الجسمة لا ضمن الكويت الفوستة لا طبعا ايه فمن المحتويات من المحتويات الكويت الفوستة هو شنو هو التندن مات الترايسيبس عفوما البايسيبس اللي متصل بالراديس هنانه وكذلك الابو نيورسيز مالته كيون نيورسيز هاي حدوده هاي المنطق كله تعتبر شنو ابو نيورسيز سين وبعد يقول الراديل نيرف الراديل نيرف هم رح يدخل تمام وكذلك التفرعات مالته موجودة اللي هنه السوفر فايشيال آنديب الترمينال برانش التفرعات النهاية مالته اللي هنه السوفر فيشيال الي هو السطحي اثناء موجهات بالكيوب والترفوصة خان انا اجي ندور هن وينك وينك وين هو الراديال نيرف خلن امسح بس خاله الراديال نيرف تمام? اجا ودخل بس شو رح يدخل بشكل جانبي دخل بالكيوب والترفوصة هنا دخل مننه مودخل رح يتفرع على حسنا رح تفرع مننه ومننه واحد سوبر فيشيال او واحد ديب اوكي هذا السوبر فيشيال هذا هو دخل منه. بينما الديب. بس بدايته شفناها. بس بدايته هنا شفناها وتالي اختفي. هنطلعه. هنا انا مشى انها سادر الديب بجي. الديب ما ما لحقنا علي. يعني ان راح يعني تصار خارج الكيوبة الفوسة ولكن السوبر فيشيال راديال نيرف لأ راح يخترق ويمشي بالجسموها بالكيوبة الفوسة. ونشوفها واضح. هاي هي الكونتينت. نراجع هن. اول شي. ميدين. نيرف. وبريكيال ارتري وانقسامات اللي هن راديال ارتري والنر ارتري. والتندن ما البيسيبس بريكياي. وبضمنها الابنيورس زمالته. والراديال نيرف والبرانشات مالته. قلنا السوبر فيشيال راح يبين واضح بينما الديب ما راح يبين واضح. اوكي. ونا مقشرين عليه هن كل هن. توقع حيصون يعني كل شكفة توفت. انه احنا عدنا هنانة. ميديان نيرف واضح. والبريكيال ارتري. والراديال نيرف. والبيسيبس تندن والابنيورس زمالته. والسوبر فيشيال راديال نيرف. زيان. وبنفس الوقت. احنا مو قدنا. الراديال عفو البريكيال ارتري. هذا هو من دخل هنا موجود هذا هو. قدنا راح ينقسم. وين انقساماته? قسامات اذنني. مثلا هذا الالنر ارتري. شوف وين هو. جاي لهنانة. اوكي. وعدنا بعد منه. وعدنا الراديال ارتري. هذن الانقسامات الاثنية. انه هذا. وقد اجي. واحد راح يجي. واحد راح يجي. وواحد راح يجي. زين. فهاي الراديال. الالنر والراديال ارتري. زين. هنا تكون نهاية محاضرتنا. وانشالله تكون محاضرة سهلة وحلوة. ومع السلامة.